السلام انا معاد احبوش مرحبا بك في الدرس الثالث من الجغرافية لدروس الاجتماعيات اولى بك واللي هو الاختيارات الكبرى لسياسة اعداد التراب الوطني كنظرنا ان بزاف ديال التلاميذ كيجيهم هالدرس الصعيب ولكن غنفهمو بشكل بسيط ومفهوم بالدارجة وغير تقفيارك غتفهمو غتفهمو اوكي اللي خصنا نفهمو في هالدرس ديال سياسة اعداد التراب الوطني الاختيارات الكبرى هو المبادئ العامة دياله الاختيارات الكبرى دياله الاختيارات المجالية دياله سياسة اعداد التراب الوطني بالمغرب اول مرة تبان هاد السياسة في المغرب كانت في 1968 في الوقت اللي كان حاكم الحسن الثاني باش تفهم هاد السياسة هاده اللي هي سياسة اعداد التراب الوطني بالمغرب لتفهم لماذا تدارت السياسة هذه سياسة الاعداد التراب الوطني الدارت لتعاود توزيع الموارد الطبيعية اللي كان هنا في المغرب يعني الدارت تحقق تنمية المستدامة اللي دوينا عليها في الدرس اللي أول التنمية اللي دوينا عليها وكذلك الدارت لتنقسم الحدة التباينات المجالية تباينات المجالية تباينات المجالية هي بحل من اللي تقول صراع كيكون داخل البلاد ما بين وحد جوج ديال المدن مثلا بحل ده با الريافة والشمال او الى ذلك وهاد السياسة دارت باش تنقسم الحدة ديال هاد الصراعات هاتي وهاد تباينات المجالية اوكي دابا فهمنا شنا هي هاد السياسة اجي نفهمو المبادئ العامة ديالها وكينينا ربعا ديال المبادئ اللي خاصك تفهمو نبدو باول مبدأ وهو المبدأ ديال تدعيم الوحدة الترابية زعم استكمال الوحدة الترابية هي استرجاع واحد المناطق اللي هما في الاصل ديال التراب الوطني المغربي بحل العيون والساقي الحمراء بلوس تأمين التوازن ما بين جميع الاجنس والاعرق يعني ما بين المجالات وكذلك الدعم ديال التضامن زعم يد في يد ما بين المغربة كاملين ندوزو دابا اللي مبدأ التاني فهاد السياسة هادي واللي هو التنمية الاقتصادية والاجتماعية هاد المبدأ الدار باشي لبيل حاجيات ديال السكان ديال المغرب في جميع الميادين السوسيو اقتصادية زعمه من ناحية الخدماء العيش الكريم فرص الشغل الرخاء الاقتصادي السوسيو اقتصادية راه كتعني اجتماعي اقتصادي جاية من السوسيال سوسيو اجتماعية او سوسيو اقتصادية سمحوا لي على هاد الخلطة هاد اللي كان وقع في واحد الدرس سوسيو اقتصادية كتسمى باجتماعي اقتصادي حيث سوسيو جاية من السوسيال اللي هو المجتمع نرجع للمبدأ هذا المبدأ اعتمد فيه على الموارد العامة خاصة التوزع على الناس المعوزين والفقراء والمراض والبيطاليين بطبيعة الحال الناس اللي طبق الفقيرة ندوز هذا المبدأ الثالث واللي هو المحافظة على البيئة وغا تكون فهمتيه هذا المبدأ هذا الحفاظ على البيئة سوف يساوي الحفاظ على الموارد الطبيعية دون كلا كانت البيئة نقية غا تكون تنمية حتى هي طالعة علاش حتى الموارد الطبيعية غا يكون الحفاظ عليها كاين يعني محافظين عليها في المغرب بليس دوسا هاد المبدأ هذا واحد اللعبة اللي زادوها فيه اللي هي الإحساس بمسؤولية المحافظة على البيئة زادوا هاد الحاجة هادي في هاد المبدأ المبدأ الرابع اللي بقى لينا هو إشراك السكان في التسير واللي كيعني استشارة السكان والأخذ بالرأي ديالهم بعين الاعتبار في تحديد المشاريع اللي كتهم بالمستقبل ديالهم يعني في هاد الأرض السعيدة باش من اللي تطبقش سياسة تكون صالح السكان وهاد الشي على شان السكان سالينا داب المبادئ اجي ندخلو في الاختيارات الكبرى والاختيارات المجالية اللي دارت هاد السياسة ديال إعداد الترب الوطني نبدأوا بالاختيارات الكبرى واللي هما استدية الاختيارات الاختيار اللي دارت السياسة هي تأهيل موارد البشرية ودارت فيها محول أمية ومحاربة تشغيل الأطفال يعني كيحاربوا باش الدرير الصغر ما يبقوش يخدموا وهو مصغر دار فيه تعميم التعليم يعني كل شي قراء وإصلاح المناهج دياله يعني كل مرة يحاولوا يصلحوا منهج التعليم ديال القراية وراكم معارفين ودار كذلك اختيار تطوير المهارة ديال الفلاحين والشباب والمهنيين الاختيار الثاني واللي هو تدبير الموارد الطبيعية ودار في هذا الاختيار كيفاش يكون تدبير ديال الموارد الطبيعية الموارد المائية يعني الماء وحماية الغابات من الحرق ومن الجديدات الغابة نعمة بلس دوسا دار فيه إدماج التربية البيئية زعمة توعية بالبيئة وترصيخ الروح المسؤولية ديال المواطنة يعني ما خسكمش لوحوز بالفلاح ما خسكمش هكا الاختيار الثالث اللي غندو زولي دابة اللي هو تنمية العالم القاروي ودارت فيه واحد سياسة اقتصادية باش تزيد تنمية عند الارياف من ناحية الدخل الفرطي والمعيشة بلس ووفروا لهم الإطار القانوني للتنمية في الريف يعني دك الشي بقوانين زيادة على ذلك داروا تخفيف ما بين الريف والمدن يعني واحد تخفيف ديال الحدة ديال هادك التبايينات يعني ينقصوا الصراعات ما بين الريف والمدن ديال المغرب وما يبقاش دك الصداع ديال بلادي بلادك ارضي ارضك وهاتي اوكي ندوزو دابة الاختيار الرابع واللي هو السياسة الحضارية ولي دارت فيه معالجة تبايينات الحضارية يعني يعالجوا الصراع اللي كان ما بين الحضارات مثلا نعطيكم مثال ما بين الامازيغ والعرب احنا عارفين باللي كان واحد شوية ديال الصراعات معروفة ما بين امازيغ والعرب وهذا الاختيار هذا الدار باش يعالج هذا الموضوع هذا الاختيار الخامس هو تأهيل الاقتصاد الوطني الدار في هذا الاختيار تحسين موحيط الاستثمار زعمال الاراضي والبقع يحسنوا فيهم ويقدهم ويطرهم والدار فيه البحث عن مرتكزات جديدة للتنمية القروية زعمال تنويع الأنشطة الاقتصادية ولين قد دون فهموا منها في الحراف والخدامة والعلم اللي تنفع في الاقتصاد الايكو و تأهيل الصناعة الوطنية بالمدن يعني كيعونوا باش الصناعة الوطنية تزدهر ايه والاختيار الاخير والسادس اللي هو حل اشكالية العقار يعني تحكمات هاد السياسة هدي في السوق ديال العقار السوق ديال العقار بالمدن كيعني ان هاد السياسة هي اللي كتتحكم في العقار وقتاش يطلع وقتاش يهبط تاني حاجة ايجاد حلول العقار المعقد اللي كيعيك التنمية في العالم القاروي العقار في العالم القاروي هو دوك الاراضي اللي مام قداش مام اطراش و هما كيحاولوا يلقو لها واحد الحلول باش تولي يعني تزيد في التنمية ديال البلاد دا بسالينا الاختيارات الكبرى غندوزو الاختيارات المجالية في الاختيارات المجالية غنهدرو شوية على المغرب كيفاش تقسم في اطار هاد اعداد التراب الوطني في هاد السياسة هدي المغرب تقسم السبع ديال المجالات يعني كل المجال هو واحد البلاسة مجال هو واحد المكان هو مجال فالمغرب نقسم السبع ديال المجالات متجانسة ومخلطة واللي هي المناطق الشمالية والشرقية المناطق الجبلية المناطق الصحراوية البحر والساحل المناطق البورية المناطق المسقية والشبكة الحضارية هادو كلهم خصك تحفظهم و تحطهم كيف مهمة ماشي تبقى يعني تعمق و تقول لي هاشنو هادي وهاشنو هادي خصك تحفظهم وتحطهم سيتو ما تقول لي لا فين هاد البلاسة لشنو المدن فين جايين المناطق هادي المناطق هادي غير حفظ هاد المناطق و صافي اوكي هنا غنكونو سالينا هاد الدرس بواحد الشكل اللي بسيط كنتمنى انكم تكونوا فهمتو المبادئ العامة والاختيارات الكبرى والاختيارات المجالية هادشي تكونوا فهمتوه بكل بساطة و شكرا لكم على الاستماع ديالكم لي اللي بغيت تواصل معايا هانا غنخلي الانستغرام ديالي لتحت ما تنسوش تسبسكرايبي وتكومونطي ولا تلايكي ولا مويمي الحاجة اللي تقدو علي اديروها الحاجة اللي ما بغدوش تديرو ما تديروهاش شكرا لكم و الى اللقاء